مرحبا بكم الناس الكل في قناة ايمان زهرة مطبخة تونسي حاصيلوا يا جماعة اليوم جيتكم باسهل وابسط وصفة تونسية تنجم وتجربوها في حياتكم خاصة للمبدئات الوصفة هذية لكم انا اول ما بديت وقفت في الكوجينة بديت بش نتعلم بديت بالمقارونة الجارية التونسية اسهل منها ما فماش اليوم بش نعطيكم طريقتي صحيحي طريقة سهلة ما فيها شيء لكن هكا فما شوية تكنيك بش ديكم بنينة وتعمل الكيف بسم الله نشوفه مع بعضنا الهنا المقادير اول حاجة خديت الطنجرة متاعي حتيت كمية متاع زيتونة تقريبا ستين الى سبعين ملي الجاري راه ما يجيش مدون برشة وعلى فكرة الكمية الهنا لي بش نعملها متاع تقريبا ستة الى سبعة اشخاص هكا اذا انتم عائلة اقل تقسموا كل شيء على اثنين حتيت عندي بصل اخضر ماذا بيكم في الجاري تحطوا البصل الاخضر اذا ما عندكم مش هاو كتحطوا البصل العادي عندي اللي هنا يقرن فلفل احمر شايح مدخن يعني مكوش بش نقلي الكل مع بعضو كما تعرفوا الجاري راه يحب كل ما هو الهريسة العربي الهروس الطماطم الشايحة الفلفل احمر شايح الجوا ذاك الكل اللي كان يحبوا ويفوحوا بالاقداء بش نطيب المقرون نجيريا اليوم بالحم العلوش نجمو طيبوها بالحم العلوش بالقرنيت بالقديد بالكعابر بالحم البقري كيف ما تحبوه اليوم اخترت بش نعملها بالحم العلوش حطيت التروف اللي عندي عندي خمسة فصوص ثوم مهارسين حطيتهم وبش نقليل كل مع بعضو بالطبيعة كما قلت لكم على نار هادية او كاكي مريت وزادة حطيت تروف الحمرة مقصوصين صغار مشتروف كبارة لهنا نغطيها اه دقيقة ونصفها كاكة ونرجع نتفقدهم وكيف كيف نحركهم طيب بعد ما قليتهم تقريبا اه خمسة دقائق كاكة على نار هادية بش نبدأ نزيد في باقي المكونات اول حاجة لهنا عندي الحمص منفخ او كاكا يلتلكم اه بصحفة نفس الصحفة حمص قدها اه سفن نارية اه مقصوصة زادة كيف كيف مكعبات بش نحط لهنا زادة كيف كيف صحفة كرافس الكرافس يمشي بالكداوي يفوح برشة الجاري بش نكمل انقل لهم الكل مع بعضه وبتبيعها وتحطوا الخضرة اللي تحبوا عليها انا حتيت هذيا مبدئيا وكيما ريتوا غاديكا عندي الجلبانة اما الجلبانة عندي ياكل جويدة في ساعة طيب نحب نحطها في وسط الطيب كيف يتشاطر عندي الحمص والحم بش مذوب بش عندي اذا عندكم الجلبانة اللي خشينة واللي تاخوا وقت في الطيب هاو كحطوها منلو قليت الكل مع بعضه وبعديكا بش نحط لهنا التماتم دي ما وريتكم الباكو التماتم اللي نطيب بيه حتيت باكو كامل فيه 500 جرام خطرو صحي وما غير مواد حافظة سينو ميو عادل ملعقة كبيرة ونصف تماتم معجونة التماتم هذي متستحقش نقليها برشة جزء دقيقة ونبدأ نفوح لهنا حتيت كركم هروس وملح ونكمل نقليهم شوية تقريبا دقيقة ونصف اذا ما عندكمش لهروس نجمو تحطو فلفل زينة وطويكا بيش نمرق بالماء سخوم بطبيعة الجاري يحب برشة مادونك هاوكا تحطو بالاقداء الماء ما نساويش فما الحم وفما الحمص لازمو ووقت بش يتيب هاوكا هزي تلكم لهنا بيش تشوفوا القوامن تاع السوس كيفيش تكون طوي بش نغتيها ونخليها تطيب على نار متوسطة بعد ديكا نرجع نتفقدها طويكا بيش نزيد الجلبانة بطبيعة كيماريتو لهنا الماء نقص دونك بيش نزيد نعاود نصب لها بالاقداء ما يسخون صبوا ما يسخونة بيش ميتات الكويسون متاحة ما تقفش صبوا ما يسخون بيش تكمل تغلي في نفس الوقت لهنا تحريكة بسيطة وبش نكمل نخليها تطيب طوي نرجع لهنا نتفقدها بحكم هي مقارونة جارية دونك مقارونة نهايتها عشرة دقائق خمستاشين دقيقة وفي ساعتي من باحة خمستاشين دقيقة فما نوع متاع مقارونة في ثمانية دقائق يتيب دونك لهنا الخضرة والحم الكل طاب عندي توا بش نزيد المقارونة خطيت لهنا ارتال المقارونة ماذا بيكم تاخدوا المقارونة جويدة الفل هذيكة ولا كيما نقولوا التاليفون ولا اي نوع متاع مقارونة تحبوا عليه المهم تكون هكا جويدة وتتهز بالمغرفة منه انا صغيرة ديما كيف نطيب المقارونة جارية ديما رشة المعدنوس هذيك نزيدها في اللخر زدت لهنا رشة مععدنوس وبتبيعة الفلفل الخضر يفوح برشة جاري كيف تحطوه في اخر لحظة حسيتها الهنا نقصة شوية ماء زدتها شوية ماء سخون تحريكة بسيطة وتخليوها زادة الطيب في راحتها وعينكم عليه خطر المقارونة راهي فيسع تشد ملوطة كما قلت لكم اول حاجة طيبتها وانا صغيرة عمري 6 سنين هي المقارونة جارية الهنا تقريبا طابط عندي نتفقدها اللمسة السحرية في اللخر للانواع الجاري لكليكا رشة الفلفل اكحة في اللخر تزيدها بنا على بنا وبتبيعة روفا ما ليحب المقارونة جارية الصوصة متاحة تكون برشة فما ليحبها متوسطة فما ليخليها تنشحها كما تحبوا انا هذية كيفاش نحبها شوفوا ليك الالوان وكل الحم كيفاش طايب زبدة حسيروا بالحق ونودكم ولا نشاهيكم من قبن ما تطيبوا خاصة كيف تكون الدنيا باردة والتقسي بدا بارد وانا كيف نطيب فهل هنا اشتيت صب البر الهنا طفيت عليها وهذه هي المقارونة الجارية متاعي كيفاش نطيبها وصفة تونسية سهلة وبسيطة جربوها بالطريقة متاعي وبالحق مش تعجبكم على اللخر الهنا تحريك هكا في اللخر شوفوا لي الهنا الحم كيفاش طايب زبدة وكل ريحة والخضرة بالحق نودكم ولا نشاهيكم انا اللي هنيه الجاري راني ديما نحطه هكا في حاجة واسعة باش فيسها يبرد وبعد هيك كل حد يغرف ويهز القدر اللي يحب عليه حتيتها اللي هنيه في الشقالة الكبيرة هكا باش نزينها خرجت الطرف الحم وبطبيعة طريقة هذية رو تعملوها تنجم وتعملوها معالم حمصة زي دا كيف كيف نفس الطريقة وانتوما وبشنو بش طيبوا الجاري متاعكم كي ما قلت لكم بالقديد بالقرنيت بالخضرة صافي اللي موجود عندكم طيبوا وصنفوا وكلوا صحة وبشفاء هذه طريقة كانت ليكم لليوم قولوا لي انتم مزا دا كيف تحضر المقارونة الجارية التونسية ان شاء الله يا رب بتكون عجبتكم وكي ما قلت لكم المددات الوصفة هذية لكم جربوها اول ما تقفوا متأول لكي ما قلوا اول وصفة تنجموا تجربوها متأكدين لهم بيجيبنينا جربوا المقارونة الجارية التونسية ان شاء الله يربي تكون عجبتكم الوصفة بتبيعة ما تنسوا اشتجعوني باللي جاموا ليكم انتغوا البختاج طو ما بقى ليكا نخليكم على خير شاهية طيبة الناس الكل وسلموا عليكم ورحمة الله وبركاته